بابا ديونيسيوس الملوك المعاصرون في لبس الاول ديوسيوس جاليليوس فريانوس جيلياناس وهذا كان ابنا الابوين على مذهب الصابعة عبادة الكواكب وقد اهتم والده بتعليمه كل علوم الصابعة وحدث ذات يوما اذ مرت به عجوزا مسيحية وبيديها بعض اوراق من رسائل بوليس الرسول وعرضت عليها شرائهما فلما تناولها وطلع عليها وجد بها شيء غريبا وعلما عجيبا فسألها اتبعينها فاجبته نعم بقراطا زهبا فاعطاها وطلب منها ان تبحث عن بقية هذه الاوراق وهو على استعداد ان يضاعف لها السمن فذهبت وعادت ببعض اوراق اخرى واذ وجدت الكتاب ناقصا وطلب منها بقيته فقالت له لقد وجدت هذه الاوراق ضم كتب ابي واذ اردت الحصول على الكتاب كاملا فذهب الى الكنيسة فذهب وطلب من احد الكهنة ان يطلعوا على ما يسمى رسائل بوليس فاعطاها له فقرأها ثم قصد القديس ديمتريوس بابا الثاني عشر فاخذ البابا يعلمه ويرشده الى حقائق الايمان المسيحي ثم عمده فتقدم كثيرا في علوم الكنيسة حين ان البابا ديمتريوس عينه معلما للشعب وقد تنيح الانبا ديمتريوس ورسم الاب ياروكلاس بطريقان وجعلوا نائبا في الحكم بين المؤمنين فرعى رعايته احسن رعاية غير انه تحمل شدائد كثيرة اريكة الملك اصرت الاضطهاد على المسيحيين وقتلت كثيرين من البطرقة والاسقفة والمؤمنين وقبضوا على الاب ديونيسيوس وعرضوا عليه السجود للاصنام فامتنع قائلا نحن نسجد لله الاب وابن يسوع المسيح والروح الكدس اله واحد ونحن لا نترك صلاتنا ليلا ولا نهارا ثم التفى الى الشعب الذي كانوا حوله وقال لهم امضوا وصلوا فاطلقوا المعتقلين من المؤمنين واعاد منهم من كل من فيا وكتب للبطرق والاسقفة كتابا امانا ان يفتحوا الكنائس وظهر في ايام هذا الاب قوما في بلاد العرب يقولون ان النفس تموت مع الجسد ثم تقوم معه في اليوم القيامة فجمع عليهم مجمعا وحرمهم واكمل سعيه الصالحا وتنيح بشيخوخة صالحة وتعيد الكنيسة بنياحته في السالس عشر من شهر برامهات صلاة تقوم معنا امين